أولا أنا مسكت القضايا أنا ما مسكتش القضايا ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيسبب الأسباب ولكن إذا كنت أنا ما كنتش محامي شاطر وجيد أن أنا أقدر أدافع عنهم ما كانوش هيجولي وفي نفس الوقت كان معظم المحامين بيهربوا من القضايا كله خايف يروح مع الزباط لمحكمة الجنايات يتضرب ويتكسر ويحصل له حاجة كانت ساعتها العشوائية منتشرة أنا دفعت عن الزباط لأن أنا دفعت عن كيان وزارة الدخلية دفعت عن الأمن دفعت عن الدولة المصرية ما دفعتش عن شخص الزابط أنا دفعت عن الرمز دفعت عن الشخص اللي كان واقف في الإسب شخص راح يحرقه راح يعتدي عليه راح يهرب مساجين أنا دفعت عن الناس دي عشان استقرار البلد ولا عشان عيلة ولا عشان أسرة أنا غمرت بحياتي وغمرت بمستقبلي لما أخدت القضايا دي طبعا يعني فظل الظروف دي فعلا كل المحامين بيبعدوا عن ده كله بيخاف الحسنهية تروح لشبال فأنا روح معه لا وكلهم بيقولك إيه ده نظام جديد ومحدش عارف هياخد قراراته إزاي وكان ساعتها الإخوان ماشيين بيدوسوا على أمة لا إله إلا الله فكله كان خايف لكن أنا ما خفتش أنا أمنت بدولتي ببلدي بكيان بلدي باستقرار بلدي فما خفتش هو أهم شيء إن لكون الإنسان مؤمن بالحاجة اللي بيعملها عشان يعرف يعملها صحيح أنا لو ما أمنتش بيكي مش هعرف أدفع عنه